اهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج العدد الأخير جولة جديدة من العدد الأخير لأبرز العنوين واهتمامات الصحف الشرق أوسطية وأيضا العالمية أرحب هنا معي في الاستوديو في الإعلام والخبير في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ علي واجد أهلا بك أستاذ أهلا بك أستاذ وهذه العنوين التي اخترناها لكم لليوم من الصحف الإسرائيلية صحيفة هارتس المشاغبون في الضفة الغربية يفهمون لديهم دعم من اليمين المتطرف ونتنياهو يغض الطرف عنوان آخر أيضا من الصحف الإسرائيلية صحيفة دجرزلينبوست نتنياهو يدعو لتوسيع المستوطنات أما من الصحف الفلسطينية صحيفة القدس أمريكا تطالب إسرائيل بمحاكمة مثيري الإرهاب في القرى الفلسطينية ومن الصحف العربية صحيفة العربية الجديد سوريا مجزرة روسية في ريف إدلب من الصحف الأمريكية صحيفة واشنطن بوست الأزمة الروسية تسلط الضوء الضعيف على بوتن أرحب مجددا بضيفي الأستاذ علي واكد أهلا بك مجددا فلنبدأ في العنوين لليوم صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية كتبت الحكومة تساند المشاغبين جرزلينبوست عنوانة فشل إسرائيل في وقف أعمال الشغب العنيفة أما إسرائيل هيوم في عنوان آخر كتبت أعمال الشغب تعرض إسرائيل للخطر والوزراء صامتون يدعوت أحرنوت كتبت في ذات السياق حكومة سمودريتش وهاريتس عنونة المشاغبون في الضفة الغربية يفهمون لديهم دعم من اليمين المتطرف ونتنياهو يغض النظر يعني فعلا تسمية للمستوطنين بأنهم مشاغبون وهناك انقسام في داخل الحكومة الإسرائيلية وهناك تأييد من بعض الوزراء وتنديد من القسم الآخر نعم وإذا ما لحظت أسيل كتاب المقالات الرئيسيين في الصحافة الإسرائيلية يجمعون على نقطة واحدة يؤفل مور المحلل العسكري لصحيفة إسرائيل اليوم يكتب أن لمثري أعمال الشغب من المستوطنين أنهم يتمتعون بسند ودعم من داخل الحكومة الإسرائيلية الجيروزالين بوست تتحدث عن فشل وقف أعمال العنف حينما نسأل عن فشل وقف أعمال العنف هل بالفعل إسرائيل لا تستطيع وقف أعمال العنف لماذا هذا الفشل؟ هذا الفشل لأن هناك قرار أن يسمح للمستوطنين بأن يفعلوا ما يشاءون في الضفة الغربية وما يقوله يؤفل مور في المقال الأول ربما يفسر هذا الأمر أن هناك دعم داخل الحكومة لما يقوم به المستوطنون من عربدات وجرائم في الضفة الغربية إسرائيل هاي يوم في نقطة لافتة أسيل تقول أن الأعمال الشغب من قبل المستوطنين يعني تضر بعلاقات إسرائيل الخارجية في الماضي كانت إسرائيل تقول أنا الضحية أنا التي أتعرض للإرهاب الآن ما يقوم به المستوطنون الجانب الإسرائيلي المنظومة الأمنية الإسرائيلية صنفته بأنه إرهاب ولا يمكن لإسرائيل أن تقول أنا فقط الضحية بل هي فيها جزء معتدي يدعم هذا الجزء الوزراء يدعم المستوطنون وأنظر إلى هذا المعطى صحيفة إسرائيل هاي يوم التي هي أيضا ذات الميول اليمينية تقول في كل العام 2022 لم تتجاوز الجرائم والمخالفات التي ارتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيون ما وصل إليه في هذا النصف من العام لم ينتهي هذا النصف وعدد الجرائم والمخالفات التي ارتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيون في الضفة الغربية فاق ما قاموا به كل العام الماضي ولا شك أن هناك علاقة مباشرة بين وجودهم في الحكومة وشعورهم أنهم بالفعل السياد الدولة والسياد الحكومة وعربداتهم في الميدان ولنلخص كل هذا النقاش يكتب نخم برنيع في صحيفة إسرائيل هيوم حكومة سموتريج أي حكومة المستوطنين وبالحينما تكون أنت صاحب السلطة ولا أحد لا ينتقدك ولا يلجمك فيمكنك أن تفعل كل ما تشاء وهنا توضح مرة أخرى والتكرار لهذه الفكرة أن مثلي أعمال الشغب في الضفة الغربية في المستوطنات يقرؤون ويفهمون الرسالة لديهم دعم من الحكومة المتطرفة في إسرائيل يبدو فعلا أستاذ علي أن هذا الدعم يقودهم إلى ما كتبت هنا عنه صحيفة الحياة الجديدة المستوطنون يواصلون إرهابهم والاحتلال يعزز قواته في الضفة بكتيبتين إضافيتين الأيام الفلسطينية عنوانت المستوطنون يواصلون الحرق في ترمسعية وجرز اليمبوست كتبت ترمسعية كان إرهابا يهوديا ونشير إلى أنه أيضا في الأسبوع الماضي أيضا قام المستوطنون بمداهمة ترمسعية وإحراق المنازل وكان هناك قتيل أيضا وبالأمس حدث ذات الشيء مرة أخرى نعم أنا لا أريد أن أتحدث مجددا عن ما يوصف هنا يوصف إسرائيليا ليس فقط فلسطينيا وعربيا بإرهاب المستوطنين إسرائيليا للمرة الأولى إسرائيل تصف ما يقوم به المستوطنون إذن لماذا لا توقف بالأعمال مرة أخرى لأن الحكومة عمليا هي حكومة يمين هي حكومة مستوطنين ووزير الدفاع الذي هو ينتمي لهذه الشريحة اليمينية ويريد أصواتها أولى لا يجرؤ على الدخول في مواجهة معهم ولكن أسيل في تطور قبل دخولنا إلى الستوديو أكد الجيش الإسرائيلي أن هناك كانت محاولة فلسطينية لإطلاق قذيفة صاروخية من منطقة جينين باتجاه الأراضي الإسرائيلية وفق الرواية الإسرائيلية القذيفة سقطت عند السياج الفاصل بين حدود الضفر العربية وبين إسرائيل بمعنى أنه على ما يبدو رد الفعل الفلسطيني على ما يقوم به المستوطنون يرتقي هو أيضا درجة ولم يعد سلطة الفلسطينية تدين ما يقوم به المستوطنون ولكن هناك جهة أو فصائل فلسطينية لا تكتفي بالإدانات هي تريد أن تتخذ خطوات وتقوم بإدخال هذه الوسيلة سين نحن جميع تحدث عن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في العام 2005 الانسحاب كان سبب نتيجة مباشرة عفوا لاستخدام حركة حماس آنذاك القضائف الصاروخية بحق المستوطنات في قطاع غزة وهنا الفلسطينيون يدخلون سلاح القضائف الصاروخية صحيح أنه بنسخته البدائية لا زال في هذه المرحلة إلى الضفة الغربية ولكن نعم كما قلت هذا يقول هذه مقولة واضحة أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد لا محالة في الضفة الغربية في ذات السياق أستاذ علي هناك انقسام في الحكومة الإسرائيلية حول أعمال المستوطنين صحيفة جرزالينبوست كتبت اليمين يرفض مساواة عنف المستوطنين بالإرهاب الفلسطيني الأيام الفلسطينية عنوانات سموتريتش وبينكفير يرفضان الانتقادات لإرهاب المستوطنين هارت عنوانات قوة فاغنر الإسرائيلية وعرب نيوز السعودية كتبت إرهاب المستوطنين الشقوق تتسع بين القوات الإسرائيلية والحكومة حدثني عن هذا الانقسام أستاذ علي يعني المنظومة الأمنية تعي خطورة ما يحدث في الحكومة المنظومة الأمنية على العكس الحكومة الحكومة يعني تقودها اعتبارات شعبوية سياسية وحزبية نعم هي تريد إرضاء الناخبين الناخب لا يفكر بالمصلحة العامة لدولة إسرائيل ولا يفكر أنه حينما يذهب ويقتل فلسطيني ويحرق بيت ويحرق عائلة أن هذا يضر بمصالح إسرائيل على العكس منه المنظومة الأمنية تعرف تدعيات هذا أنه يحفز الفلسطينيين على المزيد من العمليات ضد إسرائيل سواء جنود أو مدنيين داخل إسرائيل أو داخل الأراضي الفلسطينية المنظومة الأمنية تعرف ما هي صعوبة أن يذهب الإسرائيليون تحديدا إن كانوا في المنظومة الأمنية للخارج ويطرحوا رواه يطلبوا مساعدات وتعونات أمنية لذلك حينما أصدرت بالأمس قائد الشباك جهاز الأمن عام المخابرات وقائد الشرطة وقائد الجيش بيانهم المشترك ووصفوا ما قام به المستطلون بأنه إرهاب أثار هذا لأن عبارة الإرهاب دائما كانت وكأنها رديفة للفلسطيني أو رديفة للعربي الآن يوصف الإسرائيلي وليس من قبل من يقال بأنهم أعداء إسرائيل سواء من عرب أو غربيون أو في المجتمع الدولي هم ليسوا فقط إسرائيليون هم القادة الأهم والأكبر في دولة إسرائيل الذين يرعون المؤسسة الأمنية بكل أذرعها شرطة ومخابرات وجيش يصفون المستوطنين بالأرهابيين ويصفون ما يقوم به المستوطنين بإرهاب لذلك أثار هذا غضبهم كيف تقارنون بيننا وبين الفلسطينيون ما يقوم به الفلسطينيون هو إرهاب ما نقوم به نحن هو عنف رد فعل وهذا لافت يعني عودة بشارات الكاتب العربي من إسرائيل يصفهم بقوة فاغنر الإسرائيلية الآن يعني بات نوع من الموضة أن نصف كل شيء غير جميل بفاغنر وبأنهم مرتزقة ولكنني أختلف معه اختلاف جذريا لأن هؤلاء ليسوا مرتزقة المستوطنون هؤلاء هم الذراع المدني لحكومة إسرائيل الذراع الذي يقوم بالتوسع داخل الأراضي الفلسطينية الذي يقوم بحرق السيارات بإعاز تقريبا من بعض الوزراء يعني حينما قال لهم أول أمس بينكفير اذهبوا إلى التلال ما معناه هذا يعني اذهبوا وقوموا بمصادرة أراضي وبمزيد من المستوطنات وبالتنكيل بالفلسطينيين يعني بهذا السياق يعني هم ليسوا مرتزقة هم ميليشيا رسمية تقريبا يعني بينكفير يفشل حتى الآن بإنشاء الحرس القومي الذي أراده ميليشيا خاصة به على ما يبدو المستوطنون يشكلون هذه الميليشيا المقابل أيضا حول استخدام هذا المصطلح قوة فاغنر الوزيرة أوريد ستروك قامت باستخدام هذا المصطلح لتصف من قاموا بوصف المستوطنين بأنهم يعني يريدون الانقلاب على الدولة هي وصفت عمليا قادة الأجهزة المنية الإسرائيلية بينهم كوة فاغنر ووصفتهم بالميليشيا الخاصة نعم يعني قائد الجيش الإسرائيلي وقائد المخابرات وغير الشرطة هم بالنسبة لي وزيرة في دولة إسرائيل هم ميليشيا في شأن ذي صيلة صحيفة جرزلين بوست كتبت نتنياهو يدعو لتوسيع المستوطنات هارت عنونت بعد أقل من أسبوع على إعلان نتنياهو الدولة تعزز بناء شقق في مستوطنة علي أما الأيام الفلسطينية فكتبت نتنياهو مواصلة البناء الاستيطاني بحجم واسع كيف يسهم هذا في تهدئة الأوضاع في ظل هذه الفوضى هو لا يسهم بتهدئة الأوضاع هو يسهم فقط بانفجار الأوضاع وعلى ما يبدو في هذه المرحلة لا أدري ما هي حساباتها ولكن الحكومة الإسرائيلية على ما يبدو تفضل انفجار الوضع وليس التهدئة لأن نتنياهو لا يريد إغضاب المستوطنين هو يريد دعمهم لكي يبقوا في حكومته أشرت أيضا أستاذ علي في حديثنا إلى تأثير هذه الأحداث على علاقات إسرائيل بدول أخرى صحيفة إسرائيل هايوم كتبت أعمال الشغب ستؤدي إلى تدهور علاقات الخارجية هارتس عنونت سفارة الولايات المتحدة لم تقم بدعوة سموتريت وبينكفير لحضور احتفال عيد الاستقلال أما القدس كتبت أمريكا تطالب إسرائيل بمحاكمة مثري الإرهاب في القرى الفلسطينية والأيام الفلسطينية كتبت إدارة بايدن تقرر التوقف عن تمويل مشاريع وتعاون علمي بالمستوطنات نعم وهذا صحيح أنه لا يوجد تعويل على المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا أمام ما يقوم به المستوطنون وما قام به المستوطنون لسنوات طويلة ولكن هذه الصورة تختلف هذه المرة لا يمكن لأحد أن يبقى على الحياد أمام مشاهد ما يحدث في الضفة الغربية وبالفعل الخشية في إسرائيل من تآكل صورة إسرائيل في العالم ومن تآكل تأييد الدول لدولة إسرائيل وبالنسبة حينما نتحدث عن أن هذه تضر في علاقات إسرائيل الخارجية نذكر العالم أن نتنياهو منبوذ في العالم لا أحد يفكر في دعوة بن يمين نتنياهو وليس فقط دول خارجية هنا تقول هارتس أن السفارة الإسرائيلية حينما قررت تنظيم هي ستنظم الأسبوع الماضي الاحتفال في الذكرى الخامسة والسبعين لدولة إسرائيل قررت عدم دعوة الوزراء بنكفير واسموتريتش لما تعرفه السفارة من مردود سلبي لوجود هؤلاء الوزراء وربطهم بأنهم دولة إسرائيل وهم حكومة إسرائيل ويمثلونها إلى شأن آخر أيضا متصل صحيفة إسرائيل يوم كتبت بدون محادثة المفوض سينهي وظيفته هارتس كتبت شبتاي في ظل هذه الظروف لن أستمر وبينكفير يقول شكرا على الخدمة يدعوت أحرنوت كتبت مقربين من المفوض القصة لم تنتهي بعد هل يمكن أن نأخذ فعلا تصريحات يعكف شبتاي على محمل الجد أنه لن يكمل ولايته الأمر غير مرتبط بشبتاي شبتاي كان يفضل شبتاي كوبي شبتاي هو المفتش العام لشرطة إسرائيل قائد الشرطة وبينكفير غير راض عنه البيان الذي كان شبتاي شريك فيه قبل يومين والذي وصفه ما يقوم به المستوطنون بأنه إرهاب دولة يعني عزز عند بينكفير القناع بأنه لا يريد إعطاء شبتاي عاما رابعا لكي يتمم ولاده وسيقوم بإنهاء خدمته بعد عدة أسابيع حينما سيتم العام الثالث من قيادته لشرطة إسرائيل وهذا يعني مقلر يعني بعيدا عن الشخص وشبتاي وغير شبتاي في البداية حاول الشبتاي أن يكون يعني دمية بيد بينكفير ولكن حتى هذا لم يرق لبينكفير الذي أراد منه لا أن يكون دمية أن يكون عبدا مطيعا طائعا له ينفذ أو أميره قانونية كانت أم غير قانونية القلق هنا أن من سيخلف شبتاي سيقرأ الرسالة وسيفهم الرسالة وهناك ضباط في الشرطة بدأنا نسمع لهم تصريحات تتناغم مع نعارات الوزير المتطرف مثلا كان أحد الضباط الذي يرى بنفسه خليفة لشبتاي يقول أنه يجب قمع المتظاهرين ويجب منعهم من إغلاق الطرقات بمعنى أنه يعني إسرائيل باتت قابقة وسينة وأدنى من تسييس إحدى أهم منظوماتها الأمنية ألا وهي الشرطة نعم إلى شأن آخر سحيفة إسرائيل هاي يوم كتبت شهادة ميلتشين معريف عنوانات نتنياهو قال أن المستشار القضائي وافق على طلق الهدايا يدعود أحرونوت عنوانات أخبرت هداس كلاين كل ما يريده رئيس الوزراء أو يحتاجه أعطه وبمرور الوقت الكميات ازدادت بناء على طالب الزوجين نتنياهو وهارت كتبت تطورات المحاكمة تثير تساؤلات هل إسرائيل مستعدة لمحاكمة رئيس الوزراء كان هناك محاكمة أخرى لقضية بني من نتنياهو بالأمس ما هي أخرى تطورات يعني هذه إحدى جلسات ملفات نتنياهو الملف الشهير بملف رقم ألف أو بعبارات غرام سارة نتنياهو والشامبانيا وليس أي نوع من الشامبانيا الشامبانيا الفخرة في شهدته قال بالأمس ميلشن رغم أنه ملياردير أنه تعب من الإنفاق على الزوجين وأنه أوعز لمساعدته بأن ترسل نوع آخر من الشامبانيا لكنه قال أن السيدة نتنياهو لاحظت الأمر والمضاك على ما يبدو لم يكن نفسه واستاءت جدا السيدة نتنياهو نعم متضوقة نتنياهو سارة وزوجها متضوقة في السيجار الفاخر التضارب هنا في الروايتان يعني يقول ميلشن أن نتنياهو قال له أنه حصل على إعاز من المستشعر قانوني للحكومة للحصول على هذه الهدايا النيابة تقول أن نتنياهو لم يتوجه أبدا لتقديم طلب كهذا أن يتم السماح له بالحصول على هذه الهدايا من الثري صديقه هي قضية محرجة لبن يمين نتنياهو أكثر من الملفات الأخرى التي يتهم فيها بالرشوة مثلا نعم إلى شؤون أخرى صحيفة معريف كتبت الموساد يؤكد إحباط هجوم على إسرائيليين في قبرص وإسرائيل هيوم عنونة التهديدات تتغير وإسرائيل تستعد كيف يمكن أن نقرأ هذا الهجوم على إسرائيليين في داخل قبرص يعني قبرص كانت اليونان وبولغاريا إسرائيل تقول أنها استمرار لمحاولات الحارس الثوري الإيراني يعني ضرب أهداف إسرائيلية في الخارج بعد فشل إيران في توجيه ضربات لإسرائيل ردا على ما تقوم به إسرائيل ضد إيران سواء في داخل العمق الإيراني أو في سوريا إلى سوريا فعلا صحيفة العربية الجديد كتبت سوريا مجزرة روسية في ريف إدلب الوطن السورية عنونت الجيش والحربي الروسي يردان بقوة على خرقات خفض التصعيد في ريف إدلب وعرب نيوز السعودية عنونت مقتل 13 شخصا في هجوم روسي على سوق في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة ما هذا التوقيت لهذا الهجوم الروسي السوري على المعارضة؟ هذا جاء بعد أيام من استهدافات لأهداف روسية ومركز الاتصال والمصالح الروسي في سوريا تقول روسيا أنه تعرض عدة مرات لهجمات من قبل المعارضة المسلحة في الشمال السوري أنا أريد بعيدا عن الكر والفر العسكري هؤلاء يقصفون وهذا يرد ومن بدأ ومن لم يبدأ ولكن هذا يحدث في ظل عدم وضوح أين يسير مسار أستانا الذي كان يجمع روسيا وإيران وتركيا لحل الأسماع ونعرف أن الشمال السوري يخضع لسيطرة الجانب التركي أو ميليشيات مسلحة تابعة له مجموعات مسلحة تابعة له والسؤال هل هذا الحدث سيأخذ بعدا سياسيا يؤثر على التعاون روسيا وتركيا بشأن حل الوضع في الشمال السوري هل كان هناك أي تصريحات من قبل أنقرة حول هذا الهجوم؟ يعني لم نسمع أي تصريحات وإن كانت فهي لم تكون موجهة مباشرة للقيادة الروسية إلى الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الروسية الداخلية أيضا صحيفة نيويورك بوست كتبت بوتين في مأزق واشنطن بوست عنوانت الأزمة الروسية تصالت الضوء الضعيف على بوتين وفينانشل تايمز البريطانية كتبت تمرد فاغنر الذي تم إلغاءه يكشف التصدعات في سلطة بوتين هناك أيضا تصريحات متفاوتة حول هذا التمرد من قبل قوات في الغرب هي ليست متفاوتة في الغرب هناك إجماع أن هذا يظهر ضعف القيادة الروسية وأن هناك تصدعات داخل كان الترقب حذر مع خيبة أمل من فشل هذا التمرد لكن يأمل الغرب أن تكون تمرد فاغنر أن يكون فقط الشرارة أو الطلقة الأولى في مسلسل إضعاف نظام الرئيس بوتين في ذات السياق أستاذ علي صحيفة إزبستيا الروسية كتبت ما الذي ينتظره مؤسس فاغنر ومقاتليه الغاردين البريطانية عنوانت ما هي الخطوة التالية لفاغنر أسئلة حول أثار التمرد التي هز روسيا وواشنطن بوست كتبت بريغوجين يعيش ليقاتل في يوم آخر نعم وهذا السؤال أستاذ علي أن الكريملين لم يقوم بفرض أي عقوبات على هذا التمرد هناك روايتان الرواية الأولى تقول أن بوتين بحاجة لبريغوجين وبحاجة لفاغنر لذلك لم نسمع عن عقوبات الرواية الثانية تقول أنها ربما تكون مسرحية داخلية بين السلطات الرسمية وبين قوى فاغنر وبين هذه الرواية والرواية الأخرى تقول أن بوتين بالفعل في مأزق هو يرى تمرد لكنه بحاجة لهذه القوى ولا يريد أن يظهر بأن الجبأة الروسية غير متماسكة لا شك أن هناك تساؤلات كثيرة وباعتقادي سواء كانت مسرحية أو لم تكن يعني ما حدث أضر بصورة الرئيس الروسي والقيادة الروسية ووحدة القوات الروسية نذكر أسيل يعني فاغنر هي ليست فقط إحدى أذرع روسيا داخل أوكرانيا فاغنر هي الموجودة في منطقتنا مثلا ما هي موجودة في الشرق الرسي وموجودة في شمال أفريقيا ماذا عن المصالح الروسية التي كانت طرعاها فاغنر نعم حول هذا الشأن أيضا وحول الوسيط الذي قام بحل الأزمة لربما صحيفة نيويورك تايمز كتبت الفائز الكبير في سرع الكريملين وفاغنر الدكتاتور المجاور وذي غارديان البريطانية كتبت لوكاشينكو الزعيم البلاروسي يجني ثمار الصفقات يعني لا أعرف أي ثمار سيجنيها لوكاشينكو سيما أن مستقبله ومستقبل نظامه مرتبط بمدى رضا وتعاون ودعم بوتين له لذلك أنا أختلف مع هذا التحليل صحيح أنه ظهر هنا بمظهر الوسيط بين الرجلين وجلب بعض الهدوء إلى هذه الجبهة إلى روسيا وله هناك من يقول أن لوكاشينكو يتصرف دون إذن وموافقة من الرئيس بوتين لذلك الحديث عن أنه جنى ثمار إن لم يكن يرغب بريغوجين بإطاعة بوتين فهو لن يطيع لوكاشينكو أعتقد أن الأمر متفق بين لوكاشينكو وبين بوتين نعم حول تأثير إسرائيل في هذه القضية صحفة هارت كتبت أوكرانيا إسرائيل تتعاون مع روسيا بشكل وثيق جرزيليم بوست عنوانت استدعاء المبعوث الأوكراني إلى وزارة الخارجية لوصف السياسة الإسرائيلية بأنها غير أخلاقية وإسرائيل هيوم كتبت فرصة لتصحيح السياسة الخاطئة وجرزيليم بوست عنوانت في عنوان آخر هل ما زالت سياسة إسرائيل تجاه أوكرانيا منطقية وكان هناك مقال رأي بالأمس يقول بأن إسرائيل عليها تغيير سياستها السفير الأوكراني في إسرائيل أثار غضب الحكومة الإسرائيلية حينما اتهمها بأنها تقف إلى جانب روسيا وانتقد إسرائيل ما دفع وزارة الخارجية بتوجيه رسالة توبيخ له ودعوته لتوبيخه في وزارة الخارجية ولكن انظري هنا في إسرائيل هاي يوم ريال كهانا يقول أنه حان الوقت بالنسبة لإسرائيل لتعيد النظر في سياساتها الخاطئة أو بوصف هذه السياسة بأنها غير أخلاقية أن إسرائيل تختار الحياة قال أن على إسرائيل أن تختار أن تقف إلى جانب الغرب إلى عنوانين الأخيرة لليوم صحيفة عرب نيوز السعودية كتبت بدء الحج 2023 وعقاد السعودية كتبت الأعداد المليونية تعود إلى مكة والمشاعر نعم نحن نقترب من أوج الموسم الحج غدا وقفة عرفات وملايين الحجاج موجودون في مكة يوم الرعاء العيد وبالفعل أسيل أجواء العيد هذه المرة تأخذ طابعا كان الجميع يود أن يمر على العالم رابدون أزمة جاءت الحرب في السودان لتعكر الأجواء ولكن على الأقل سعوديا هي تأتي في فترة تشهد الململكة يعني النهضة في وضعها الدخلي وأيضا في علاقاتها الخارجية مع دول الجوار ومع دول العالم بشكل عام نتمنى عيد مبارك على جميع الممتدين وكل عام الجميع بألف خائر بالطبع شكرا لك على كل هذه المعلومات الأستاذ علي واكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط وأنتم مشاهدين شكرا لكم على طيب المتابعة تابعونا مجددا في عنوين جديدة وصحب جديدة إلى اللقاء